سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحلقة الثالثة وفعلاً إبراهيم تزوج هاجر وحملت لكن بعد حملت تتمرد على سعراي صح وسعراي تزل وتعاملها معاملة قاسية جداً صح لحد في الآخر تفشتها من البيت ده كلام صح هاجر قامت شردت ومشت الخلا وهنا قعدت جنبير صغيرة في طريق مصر وجنب البير دي ظهر ليها ملك كريم وسأله ومشت الخلا يا هاجر يا هاجر اتي جائم من أين؟ أم أشاة أين؟ أنا شردت من أن أسلت على سعراي لا لا يا هاجر قومي أرجع إلى سعراي وسمعي كلامه وطعيها والله سيخلي على الزريت الكثير وما يتعدم يا هاجر اتي دلوقت يحامل حتدي جنه وتسميه إسماعيل لأن الله تسمي عالمك وإسماعيل ولدك الحتديه لما يكبر حيكون إنسان صعب جدا ويعادي الجميع والجميع حيعادوه وحيعيش في خلاف مع كل الإخوانه وزريته حتكون نفس الشي كمان وهاجر ووافقت على كلام الملك ده وبعد ذاك زكر اسم الله البصير لأنه كلمه وقالت أشكرك أشكرك يا الله البصير لأنك شفت حاله هنا جنب البير دي وبعد فترة الناس سموا البيرة اللي كانت موجودة بين قادش وبرد بيرة الحية البصير وهاجر ولدة ولد لأبرام لما كان عمره 86 سنة وأبرام سمى ولد ده إسماعيل ولما بقى عمر أبرام تزع وتزعين سنة الله ظهر ليه وقال يا أبرام أنا الله القدير أوصيك إنك تسير في طريقي بكل استقامة وأنا هعمل عهد بيني وبينك وعلى الزريتك هيكون كتير جداً وأبرام بعد ما سمع الكلام ده سجد لله وأله قال ليه يا أبرام ده هو عهدي معاك أنا حاجعلك أب لأمم كتيرة ومن الوقت ده حيكون إسمك إبراهيم بدلاً من أبرام ليه؟ لأنك حتكون أب لكتير من الشعوب وعهدي ده حيكون معاك ومع زريتك كله حتكون مسمر وحاجعل من زريتك أمم وملوك والعهد ده حيدوم بيني وبينك وبين زريتك جيل بعد جيل وأكون إلهك وإله زريتك للأبد وأدي كل أرضك نعان اللي انت غريب فيها حسي وحتبقى كلها لزريتك للأبد ويا إبراهيم لازم كمان تحفظ العهد ده أنت وزريتك جيل بعد جيل عشان كده كل ولد ذكر من أولادكم لازم تطحروه بعد تمانية يوم من ولادته وده حيكون هو علامة العهد بيني وبينكم والختان ده لازم يشمل عبيدكم إذا كانوا متربيين عندكم أو اشتريتوهم من بلاد تانية وأي ذكر ما مختون حيكون خالف العهد ولازم يتعزل من الأمة ومصير الهلاك أما ساراي زوجتك من الوقت ده حيكون اسم سارة وأنا حبارك وأرزقك منها بولد وهي حتكون أم لشعوب كثيرة ومن ذريتها حيتلع ملوك يا جماعة الله غير اسم زوجة سيدنا ابراهيم من سارة إلى سارة ومعناها الأميرة لأنه من ذريتها حي توالد ملوك أممممم وسيدنا ابراهيم عليه السلام سجد لله ومعه كده طبعا ما كان متخيل انه هيكون عنده ولد من زوجته سارة خاصة انه مالتنين بكوا كبار في السن عشان كده ضحك وقال لي نفسه انا هس عمري كبير قريبة لمية سنة ومارتي عمرها تزعين سنة ما حقولة ما حقول هي تجيب لي ولد بعد العمر ده يا رب يا رب تجعل البركة في ولدي اسماعيل ارزقتني به من هاجر اها لكن الله قال ليه لا يا ابراهيم اني اعلم ما لا تعلم سارة مرتك حتلد ليك ولد وحتسميه اسحاق والعهد اللي عملته معك ده حيكون متواصل مع اسحاق وجريدته من بعده اما اسماعيل عشانك انا حباركو واضاعف زريدته وحيكون منهم اتناشر من الحكام وحاجعل من زريدته ام كبيرة لكن عهدي حيكون متواصل مع اسحاق اللي حتولده سارة زي الوقت ده في السنة الجاية وفي نفس اليوم ده سيدنا ابراهيم فعلا ندخة وكان عمره تزعى وتزعين سنة وكمان طحر ولده اسماعيل اللي كان عمره تلتاشر سنة وطحر معاه كل الزكور من عبيده كمان تنفيذا لأمر الله وفي يوم من الأيام والجو كان حار جفدا سيدنا ابراهيم عليه السلام كان قاعد في مدخل خيمته في بلوطات ممره وعاين وشاف ليهو ثلاثة رجال واكفين قريب منه وقام بسرعة واستقبلهم وقال ليهم يا مرحب يا مرحب شكرا ليكم شرفتونا بالزيارة اسمحوا ليه أجب ليكم مو يضع السيلوبارج لينكم من غبار السفر واشتريحوا هنا تحت الشجرة دي لغاية ما نجهز ليكم بلوق متى سنتكم الضيوف قالوا ليهو نشكر فضلك الضيوف الثلاثة ديال يا جماعة كانوا من الملائكة جولي سيدنا ابراهيم في صورة بشر اها سيدنا ابراهيم حب يكرم ضيوفه ديال عشان كده مشى بسرعة الزوجة تسارة وقال ليها يا سارة يا سارة جونا ضيوف جايزي لنا أكل بسرعة حاضر وبعد ذاك سيدنا ابراهيم عليه السلام اختار ليهو عجل وأمر واحد من خدامينه والخدام ضبح العجل ده وسيدنا ابراهيم كمان جاب مجموعة من الزبدة واللبن وسارة جحزت أكل يكفي مجموعة كبيرة من الناس وسيدنا ابراهيم أكرم ضيوفه غاية الكرم وفي أثنام الزيوف كانوا بياكلوا واحد منهم سأل سيدنا ابراهيم قال كان واقف لخدمتهم وقال ليهو يا ابراهيم وين سارة زوجتك وسيدنا ابراهيم رده وقال هي موجودة موجودة جوا في خيمتها والملك ده قال لي سيدنا ابراهيم عليه السلام يا ابراهيم أنا عندي ليك رسالة من عند الله الله أمرني إنه في السنة الجاية زي الأيام دي أرجع ليك تاني وقال الله بيبشرك بأنه لما أرجع ليك في الوقت داك زوجتك سارة حتكون ولدت ليك ولد يا سلام وسارة جوا خيمتها كانت سامعة لكلام ده ومتعجبة جدا لأنها كانت مختنعة إنها هي وراجلة بيقوا عجايز وما ممكن يلدوا بعد كده عشان كده ضحكت في سرها وقالت بعد عمري ده وبعد ما راجلي بيقى عجوز كده معقولت أنا جيب لي جاني يا إخوانا واحد من الملايكة الثلاثة ديل قال لي سيدنا ابراهيم يا ابراهيم الله بيقول ليه تارب تضحك وبتفتكر إنه ما ممكن تلد بعد العمر ده في شي مستحيل علي الله في نفس المعادة من السنة الجاية الله حيرسلني وحزوركم وثارة حتلد ليك ولد وثارة طبعا نكرت إنها ضحكت لأنها كانت خايفة لكن الملك قال ليها لا يا سارة الله عالم إني كنت بحكته وبعد ذاك الملايكة استأذنوا عشان يمشوا وسيدنا ابراهيم طلع معاهم عشان يقدموا شوية اتنين من الملايكة ديل كانوا مرسلين لهدف محدد في الوقت ذا الله سبحانه وتعالى قرر إنه يكشف لنبيه إبراهيم الشيء الحين يعامله لأنه اختاره عشان يكون أمة عظيمة والله حيباركه ويجعل كل شعب الأرض تبارك بسببه لما يوصي أولاده وزريته من بعده عشان يسيروا في طريق المولى باستقامه وصلاح وإذا دا تم الله حيحقق وعده بواسطة إبراهيم بعد كده الله سبحانه وتعالى قال لسيد إبراهيم بواسطة واحد من الملايكة ديل في شكوى شديدة من كتيرين ضد أهل سدوه معمورة بأنهم ناس أشرار وفاسدين جدا عشان كده حقرر حكم فيهم وبعد ذاك اتنين من الملايكة اتوجهوا المدينة السدوم حسب أمر الله لكن سيدنا إبراهيم كان لسه موجود في نفس المكان مع الملكة التالت والملك كان الله مرهمه أها سيدنا إبراهيم قرب للملك ذا وتوسل لي الله وقال يا الله يا الله حتهلك الصالح مع الضال طيب لو في خمسين زول صالح في سدوم حتدمر المدينة كلها يا رب يا رب ما حتشملها برحمتك عشان الناس الخمسين الصالحين الفيها ديل يا الله يا الله أنا راجي منك الرحمة لأنك إله عادل ورحيم والله سبحانه وتعالى رد على سيدنا إبراهيم بواسطة الملك نعم لو كان في سدوم في خمسين زول صالح أنا سأرحم البلد كلها عشان الخمسين ديل يا سلام وسيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه كان قلقام من دمار المدينة خاصة إنه ودخوه لوط وأسرته كانوا عايشين فيها عشان كده استمر رئيسة للأله عن فرصة النجاة للناس الصالحين في المدينة وبعد كل سؤال سيدنا إبراهيم كان بينقص على عدد شوية وقالله كان بيتطمنه وسيدنا إبراهيم استمر رئيسة للأله لغاية في الآخر ما قال له يا رب إذا كان في المدينة في بس عشرة ناس صالحين إنت حتدمرها وتهلك أهلها الله قال له لا لو كان في المدينة في عشرة ناس صالحين أنا حأرحم الناس بسببهم وبكده الله خلص كلامه مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم رجع لي بيته هيا يا جماعة أحسن الليلة نجيف هنا معالي أجمال رجال أنا عرفاكم حج حج أجمال مدينة في فحد وأجمال سيدنا شكرا